جميلة وفرحة رائعة بالتتويج. اهم لحظة في حياة اي رياضي هي لحظة التتويج. تلبس المادليا وترفع الكاس بيكون الشعور احلى شعور في الحياة. بعد تعب حياة وتعب رياضة لما يتوجب المادليا هو ده اللي هم فيه. اللي شايفينه قدامنا الفرحة عليهم. احلى حاجة فيهم هم بيتكلموا احنا ماتش الاولاني ما كناش موفقين. ما كناش كويسين. بس الماتش التاني يركزنا كويس جدا. ومش جايين نكسب بوينت او اتنين. احنا جايين نكسب فارق كبير. ما شاء الله عليهم فعلا. وربنا يوفاهم بإذن الله في المرحلة القادمة. بإذن الله في السنة الجديدة. نستمر مع سيدات السلة والنهاردة بيلعبوا ماتش مع المعادي في اول مباريات لدور السوبر. كسبنا دور المرتبط طلعن اول. بنقابل النهاردة على صالة الشهداء دلوقتي. واحنا بنتكلم بيلعبوا مع سيدات المعادي في اول مبارا في دوري السوبر. والمعادي كان حق المركز الستاشر. فالدوري الدور ده او دوري السوبر اللي بيتلعب اول بيلعب مع ستاشر والتاني لعب مع خمستاشر وهكذا. وعبارة عن تلات مباراة. اللي يفوز بعدد اتنين مباراة بيعدي لدور اللي بعديه. نتمنى لهم التوفير لان دوري السوبر هو الدوري الاقوى في كرة السلة سيدات او رجال. نستمر مع كرة السلة وكابتن سورايا محمد الرائعة الجميلة المتميزة اللي عملت حاجة في سنة عشرين تسعتاشر بالنسبة لها السنة دي سنة الخير عليها. سنة الخير عليها لان اول لعيبة في مصر تحقق القاب فردية داخل كرة السلة. كابتن سورايا اتحاد الدولي اختارها من ضمن قائمة الافضل. قائمة الافضل خدوا سيدات من العالم او لاعبات من العالم. حطوا فيها كابتن سورايا. جات في المركز السابع. زي الاتحاد الدولي تبقى للمنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي. التقرير قال بالضبط ان سورايا عندها اربعة وعشرين سنة وهتفتكر السنة دي كويس. واكيد كابتن سورايا هتعرف ايمة سنة عشرين تسعتاشر. هي مع الناد الاهلي ومع منتخب مصر عملت انجازات كثيرة جدا. ما شاء الله عليها. قالوا ان هي اقتحبت عالم الشهرة بسرعة الساروخ. وكمان بقى عندها شعبية كبيرة جدا. متواجدة في كرة السلة. كابتن سورايا حققت افضل لعبة وافضل مسجلة في بطولة تلاتة على تلاتة في اغاندة. وكمان افضل مسجلة في بطولة افريقيا اللي هي كانت في السنغال. خمسة على خمسة كابتن سورايا ما شاء الله عليها عندها روح وحماس. يعني منقاطع النظير. نتمنى لها التوفيق في المرحلة اللي جاءة وان شاء الله بيزا تقتحم عالم الشهرة في الدورات العالمية. لان اكيد لو كابتن سورايا سفرت واحترفت لانها فعلا جاء عاد احتراف السنادي. لكن ما حصلش نصيب وسفرت. ان شاء الله بازن الله ربنا يوفقها وتخرج لعالم الاحتراف. وبازن الله ترفع عالم مصر وعالم النادي الاهلي في الخارج. نسيب كرة السلة وخابر اسعد جماهير النادي الاهلي. انضمام اسكندر بن زايد لمدة تلات سنين ونص. ليه فريق كرة اليد رجال في النادي الاهلي. الجماهير من اول السيز والقابل قبل كده. لسه فريق كرة اليد. الكيميا ما نجبتش. لسه الناس يعني لسه يعني فيه قلق شوية في كرة اليد. لكن النادي الاهلي بيعمل عليه كدوره وبدأ يضم لعيبة بعناصر اقوى كثيرا. اسكندر بزايد نجم من نجوم. منتخب تونس. ونادي افريقي التونسي. العقد ده كابتن عمر شاوئي رئيس الجهاز سافر لتونس. وقع مع اللاعب زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة. وقع مع هناك عقد لمدة ثلاث سنين ونص بيبدأ من يناير. اسكندر بن زايد هينضم للنادي الاهلي بعد البطولة الافريقية للمنتخبات اللي هتقام في تونس. يعني هينضم ان شاء الله بازن الله على تقريبا اول فبراير نهاية يناير عشرين عشرين. اسكندر من اللاعب الموازة جدا. في سنه وفي المنتخبه. وعلى المستوى العربي والافيق لعيب مميز جدا. نتمنى له التوفيق بازن الله مع النادي الاهلي ومبارك لأسرة كرة اليد ومبارك لبطل عمر شاوي نقوله بالتوفيق ودائما تجيب لنا الصفقات ولسه زي ما انا يعني مع عارفين في الكوليس لسه فيه كلام كثيرا عن اللاعبين لكن مش بنتكلم في اي حاجة غير ما يطلع القرار رسمي من النادي الاهلي. هنستمر هنستمر مع كرة اليد ومنتخب المصري لكرة اليد بيخسر من منتخب سربيا بفارق كبير جدا. تسعة وتلاتين سبعة وعشرين. اتناشر هدف فارق في المباراة اللي هي الودية. منتخب مصري بيستعد لي بطولة افريقيا المقامة في طولوس. نقص له. نقص له مبارتين. نقص له مبارتين. كان آآ نقص له عفوا مبارتين مع نادي مع منتخب السويد. وبإذن الله هيبدأ من ستاشر لستة وعشرين المباراة انتهت بنتيجة تسعة وعشرين سبعتاشر عفوا جدا. تسعة وعشرين سبعتاشر. المباراة الأولى كان منتخب مصري فاز تمانية وعشرين سبعة وعشرين. هنسيب كرة اليد ونروح لخبر اول مرة ناخد بانا في الاخبار الرياضية في مصر. النيابة العامة دخلت وامرت بحاجات معنا في رفع الاسقال. كلنا عارفين مشكلة رفع الاسقال وعدم مشاركتنا في الولمبياد في رفع الاسقال. لكن الدكتور اشنا في صبحين مشكورا حول الملف كله النيابة العامة. نيابة العامة امرت النهاردة بحبس المدرب اللي كان متورد في المشكلة. وبيقول بالزبط بخصوص قضية الاتجار في مواد محزورة وتزوير في اولاق رسمية. دي نيابة العامة. اكيد ده حاجة سرنا يعني تهدي الوضع شوية عندنا. ان الناس اللي اتضايقت على منتخب الاسقال اللي هو مش مسافر. لكن احنا هنا عندنا قانون بيتكلم. بيتكلم. وبيقرر. وعندنا ده لازم يكون عبرة لكل الناس. لكل الرياضين. ما فيش حاجة اسمها. حاجة اسمها مناشطات. مناشطات دي حاجة محزورة تماما. نتمنى من كل الرياضين ان هم يبعدوا كل البعض. عن المناشطات وكمان لازم نشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة اللي هو حاول ملف برمته لنيابة العامة عشان نبتدي فعلا ياخد المنتخب رفع الاسقال يتصرف عليه كتير. الصرف ده من جيب الدولة. فاكيد احنا مستنين كنا نستنين نتائج من ابطالنا بتتويج بالمدليات. لكن تمام العدلة تاخد مجرهة. ونشوف مين في الآخر الغلطان. آخر خبر معنا النهاردة وزير الشباب والرياض دكتور اشرف صبحي بيكرم منتخب مصر الحائز على رابع العالم في الكرة الطائرة للشباب البطولة اقيمت في تونس. في الفترة الماضية والمنتخب كان ادري حقا تحت قيادة المدير الفني المصري الوطني كابتل حسن الحسن يتائج كبيرة جدا. فاز على مدارس كبيرة زي المانيا والارجنتين وكوريا المنتخب يضم بين صفوفه ست لاعبين. هم عمر شريف ومروان الصافي عبد الرحمن الحسيني وانس شوقي اياد محمد وابراهيم رسلان من النادي الاهلي. بكده خلصة اخبار ده هدهرج لفاصل ونرجع ونقول ونتكلم عن حصاد السنة حصاد الموسم من شهر سبعة الليه نهاية التسيزي وكمان حصاد السنة كلها عشرين تسعة عشر.